ما يحدث خارج المستطيل أخضر إن مش هو ده الحروب النفسية أو الشمعات أحيانا هي اللي هتجيب لك بطولات أو استخدام أسلحة السوشيال ميديا أو استخدام الجماهير للأندية الجماهيرية بشكل أو بآخر أنا فجعت فجعت في مباراة النادي الأهلي مع الجونة بهتافات من جماهير النادي الأهلي لواحد من أهم أهم لو أنت هتعد أهم اللاعبين التاريخيين في النادي الأهلي حسام غالي فأنت هتفجع بالجماهير النادي الأهلي بتهاجم حسام غالي تعالوا نسمع جماهير النادي الأهلي بتقول إيه على حسام غالي هل حسام غالي مش ابن النادي الاهلي يعني ده سؤال هل وصلنا لمرحلة ان حسام غالي اللي هو واحد من اهم اهم اللاعبين اللي جون في تاريخ النادي الاهلي ولا تختلف على اخلاصه للنادي الاهلي وانا واحد من الناس كنت شاهد على اخلاص حسام غالي للنادي الاهلي انا بكلمك بمنتهى الامانة انا لانا شغال في النادي الاهلي ولا عايز اشتغل في النادي الاهلي ولا ولا يعني مثلاً عايز حاجة من حسام غالي أنا بكلمة يا كنت أقلم أنا في سنة من السنوات أنا كنت شاهد عيان على إخلاص حسام غالي للنادي الأهل في وقعة ما حدش عرفها خالص فيصل بيهم الأمر أن الجماهير مع كامل احترامي للجماهير ومش كل أرائي الجماهير وأنا راجل بقى لألعبت الكورة ولا الكلام ده كله وأنا راجل طول عمر صحفي فأنا يعني مش هبقى خايف أن الجماهير تهاجمني ولا ما تهاجمنيش لكن أنا دايماً بنبص الواحد زي حسام غالي ده أنه هو رئيس النادي الأهلي خلال فترة من الفترات وأنه هو بيجهز نفسه شاء يعني خلال المرحلة المقبلة وبالتالي هل النهاردة حسام غالي يصل بي الحال بعد عطاءه وبعد بطولاته وبعد عودته وبعد تركه للإحتراف في فترة من الفترات عشان يرجع للنادي الأهلي إن جماهير النادي الأهلي تهاجم حسام غالي أه أفهم ماشي يعني معاك إن الجماهير تهاجم لاعب في أداءه ماشي ده طبيعي عايزة يتحسن عايزة وبالذات في الأهلي والزمانك عايزة يكون في فترة من الفترات أفضل حال من الأداء اللي هو بيقاديه سواء محمد هاني أو أفشة أو أيا كان أو حتى في الزمانك أيا كان ده بيحصل زي ما حصل مثلا جماهير الإسماعيل لما هجمت لعبيها بعد الخسارة بربعية من برامز ده وضع طبيعي لكن واحد رامز زي حسام غالي نصل به الحال التاني علشان بس الناس تعرف إحنا عايشين برضو في الإعلام إذا كان حسام غالي بيتهاجم حسام غالي اللي هو إدى للنادي الأهلي خليها نسمع تاني بعد إذنك أفادي الحجوم لأن هي وقعة ما ينفعش تتعدى بسهولة شاء من شاء أنا بقولك تاني للمرة المليون إن حسام غالي ده من أخلص اللاعبين وحلان المسؤولين اللي جم في تاريخ النادي الأهلي وإن حسام غالي ده رمز بجد والناس هتعرف بعد كده وإخلال السنوات المقبلة الناس هتعرف أن حسام غالي يعني ممكن يفضل النادي الأهلي على أي حاجة على مصلحته شخصية يعني إذا كنت هتدور على مسؤول بجد بيحب النادي الأهلي وخلي بالك أمثال حسام غالي كتير جدا بس للأسف حسام غالي من النوع وأنا عارف حسام غالي كواس قوي لا بيتكلم كتير ولا بيحب يظهر وبيعمل حاجات للنادي الأهلي ولنادي سواء لما كان لعب سواء لما كان منصق عام حاليا لما بقى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أعتقد أن جماهير النادي الأهلي أو بعض جماهير النادي الأهلي اللي هجمت حسام غالي هي أخطأت فحق نفسها لأنها بتسيء لرمز من رموز النادي الأهلي وهتعرفوا الكلام ده خلال السنين اللي جاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر